سيد بيريس انت اكبر مني سنا وتحدثت بصوت عال جدا واعلم جيدا ان ارتفاع صوتك بهذا الشكل هو تعبير عن نفسية متهم لكنني لن اتحدث بصوت عال مثلك واعلم هذا جيدا عندما نأتي للحديث عن القتل انتم تعرفون القتل جيدا انا اعلم جيدا كيف قتلتم الاطفال على الشواطئ في غزة في اسرائيل اثنان من رؤساء حكوماتكم قالوا لي واحدا من اهم التصريحات وهو عندما ندخل الى الاراضي الفلسطينية على ظهر دباباتنا نشعر بسعارة غريبة عندكم رؤساء حكومات يقولون هذا الكلام وانا اعطيكم اسماء هؤلاء لا تقلقوا وانا الوم الذين صفقوا لهذا الظلم لان التصفيق لقتلة الاطفال وقتلة البشر باعتقاد هو جريمة انسانية اخرى في هذا المكان لا نستطيع اخفال الحقيقة انا دونت الكثير من النقاط لكن ليس لدي الفرصة لاجيب عنها فقط ساتحدث عن نقطتين سيد رئيس الوزراء لا نستطيع العودة الى البداية لو سمحت لي لا تقاطعني في المادة السادسة من التوراة تقول لا تقتل لكنكم تقتلون انا اشكرك جدا اشكرك جدا بالنسبة لي لقد انتهى دافوس لن اعود الى دافوس مرة اخرى واعلموا هذا جيدا انتم لا تفسحون لي في المجال لكي اتكلم بيريس تحدث لخمس وعشرين دقيقة وانتم سمحتم لي بالتحدث لاثنتين عشرة دقيقة وهذا لا يجوز